بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في سلسلة من دروس الكيمياء 3 كيم 214 كيم 216 نبدأ أول درس بعنوان المعادلات الكيميائية الحرارية راح ندرس في الدرس الأول أهم هدفين كتابة معادلة كيميائية حرارية صحيحة وموزونة وصف كيف تفقد الطاقة أو تكتسب أثناء تغيرات الحالة الفيزيائية للمادة كيف نكتب معادلة كيميائية حرارية لكتابة معادلة كيميائية حرارية يجب مراعاة الآتي الحالات الفيزيائية لكل المواد المتفاعلة والناتجة فإذا كانت المادة صلبة يجب أن نكتب اسم بمعنى سولد وإذا كانت المادة سائلة يجب أن نكتب L يعني لكود وإذا كانت غازية يجب أن نكتب G يعني غاز والشرط الثاني لكتابة معادلة كيميائية حرارية كتابة مقدار التغير في المحتوى الحراري الدلتا H دلتا يعني التغير H تعني heat يعني الحراري المحتوى الحراري ما المقصود بالمحتوى الحراري؟ المحتوى الحراري هو الطاقة الحرارية التي تصاحب التفاعل الكيميائي ويمكن أن تكون مفقودة أو مكتسبة ويرمز للمحتوى الحراري بالرمز دلتا H مثل ما قلنا دلتا تعني التغير دلتا تعني التغير و H تعني heat يعني حرارة فإذا كانت الطاقة الحرارية منطلقة يعني مفقودة يكون المحتوى الحراري سالبا ويسمى التفاعل تفاعل طارد للحرارة مثال إذا كان عندنا A تفاعل بشكل عام A plus B ينتج C ومقدار المحتوى الحراري بيكون بالسالب مثلا خمسين كيلو جول إذا كانت الطاقة الحرارية مكتسبة يكون المحتوى الحراري موجبا ويسمى التفاعل تفاعل ماص للحرارة مثال بشكل عام X plus Z يعطينا W والمحتوى الحراري بيكون بالموجب مثلا 250 كيلو جول نأخذ أمثلة لمعادلات كيميائية حرارية لتفاعلات طاردة للحرارة تكتب المعادلة بطريقتين مختلفتين كالآتي مثلا مثلا عدنا أربعة مول من الحديد الصلب مع ثلاثة مول من غاز الأكسجين ينتج ثنين مول من Fe2O3 الصلب بما أننا قلنا التفاعل طارد للحرارة فنلاحظ أن دلتائش بتكون بالسالب وبتنطلق طاقة بمقدار 1625 كيلو جول أو ممكن إدخال المحتوى الحراري ضمن التفاعل ولكن بعكس الإشارة فتكتب بالإشارة الموجبة بعد أن تطرقنا للمثال الأول التفاعل الطارد للحرارة يجب أن نلاحظ الشرطين المذكورين سابقا فنلاحظ في المثال أن المعادلة موزونة أن يجب أن تكون المعادلة الكيميائية الحرارية موزونة وتتضمن المحتوى الحراري نلاحظ في هذه المعادلة أن المعادلة موزونة عندنا المعامل اللي يكتب أمام المواد المتفاعلة والمواد الناتجة هذا يعبر عن الوزن فنلاحظ أن المعادلة موزونة والحالات الفيزيائية كذلك مذكورة والمحتوى الحراري أيضا يتضمن المعادلة نأخذ المثال الثاني للمحتوى الحراري المصاحب لتفاعل الاحتراق نلاحظ في هذا التفاعل هو احتراق الجيليكوز في كمية كافية من الأكسجين فعندي واحد مول من الجيليكوز يتفاعل مع كمية كافية من الأكسجين ويطلق غاز ثاني أكسيد الكربون مع الماء وتنطلق حرارة بمقدار 2808 كيلوجول نلاحظ في مقدار المحتوى الحراري دلتا ايش كتبنا كومب فكومب تعني كومبسشن يعني احتراق نسبة إلى نوع التفاعل نلاحظ بعد كتبنا نود هذه تعني الظروف القياسية يعني عند درجة حرارة 25 درجة سليزية وضغط 1 ATM بعد أن استعرضنا تفاعل احتراق الجيليكوز نلاحظ أن الدلتا ايش تساوي سالب 2808 الإشارة سالبة يعني التفاعل طارد للحرارة ماذا تعني هذه المعادلة؟ أو كيف نعبر عن هذه المعادلة؟ عند احتراق 1 مول من الجيليكوز تنطلق طاقة حرارية بمقدار 2808 كيلوجول هل يمكن لك أن تحسب الطاقة الحرارية المنطلقة عند حرق 10 مول من الجيليكوز؟ نحن درسنا في المعادلة السابقة عند احتراق 1 مول تنطلق حرارة بمقدار سالب 2808 كيلوجول فنكتب العلاقة 1 مول تنطلق منه طاقة بمقدار 2808 كيلوجول المطلوب حساب مقدار الطاقة المنطلقة ل10 مول من الجيليكوز فنكتب 10 مول عند الـ 1 مول ومقدار الطاقة المنطلقة نرمز لها برامز X نسوي حاصل ضربين في وسطين فبتكون العملية 1 مول مضروب في X يساوي سالب 2808 كيلوجول في 10 مول حاصل ضربين في وسطين طبعاً من نتخلص من الـ 1 مول نضرب الطرفين في 1 مول مني نقسمه بعد على 1 مول مول مع مول تنشطب فبيصير في طرف عندي X يساوي سالب 288 في 10 بيكون الناتج سالب 28080 كيلوجول لكل مول شدي خلصنا الهدف الأول درسنا طريقة كتابة معادلة كيميائية حرارية صحيحة وموزونة ننطلق إلى الهدف الثاني وصف كيف تفقد الطاقة أو تكتسب أثناء تغيرات الحالة الفيزيائية للمادة تغيرات الحالة الفيزيائية عدنا نشوف معاً في هذا المثلث عدنا حالة صلبة حالة سائلة وحالة غازية إذا تحولت المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة نحن نسميها عملية انصهار نرمز لها بالرمز FUS تعني انصهار إذا تحولت المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية نسميها عملية تبخر ونرمز لها برمز BUB يعني POPERIZATION إذا تحولت من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالعكس نسميها عملية تكتف ونرمز لها بالرمز CONT وإذا تحولت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة نسميها عملية SOLID تجمد بنستعرض أول حالة هي حالة التبخر ونشوف معنى التبخر هو عند تبخر مول واحد من مادة ما تم تصطاقة وتسمى التبخر المولارية مثل ما قلنا التبخر نرمز لها بالرمز باب ونقول دلتا H باب يعني مقدار التغير الحراري إلى عملية التبخر نسميه مولارية لأننا نحن قاعدين نتكلم عن مول واحد من المادة فتسمى حرارة التبخر المولارية فبالنسبة للماء نشوف أن الدلتا H تعطينا موجب 40.7 كيلوجول لكل مول موجب يعني نشوف المقدار موجب يعني حرارة ممتصة لو طلبوا مننا نكتب معادلة كيميائية حرارية لتبخر مول واحد من الماء نكتب H2O من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وهي عملية التبخر نكتب المحتوى الحراري داخل المعادلة فبيكون بالإشارة السالبة لأن الإشارة سالبة فالتفاعل ماص للحرارة نستعرض الحالة الفيزيائية الثانية أو التغير الفيزيائي الثاني الانصهار الانصهار هو عند انصهار مول واحد من أي مادة تمتص طاقة وتسمى حرارة الانصهار المولارية ونرمز له بالرمز دلتا H FUS فبالنسبة للماء لو بنلاحظ في هذا الكأس نشوف مكعب الثلج هذا مكعب الماء راح يمتص حرارة من المحلول أو مثلا في هذا المثال الماء الحار يمتص حرارة بمقدار 6.01 كيلوجول للمول الواحد من الماء فنكتب دلتا H FUS يساوي موجب 6.01 فلو طلبوا مننا كتابة معادلة كيميائية حرارية لانصهار مول واحد من الماء نكتب نفس الشي H2O من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهي عملية الانصهار ومقدار المحتوى الحراري بيكون بالإشارة السالبة لأن العملية ماصة للحرارة نستعرض في الحالات الفيزيائية أو التحولات الفيزيائية في رسم بياني مثل هذا نشوف الماء مثلا نلاحظ تحول H2O الماء الصلب إلى الحالة السائلة وهي عملية انصهار نلاحظ السهم إلى الأعلى يعني مقدار المحتوى الحراري قاعد يزيد يعني العملية ممتصة فنلاحظ أن المقدار بالموجب 6.01 كيلوجول فهي العملية ماصة للحرارة بعدين نشوف الحالة السائلة للماء تتحول إلى الحالة الغازية بمحتوى حراري مختلف وبنفس العملية المحتوى الحراري قاعد يزيد بمقدار 40.7 كيلوجول فهي العملية أيضا ماصة للحرارة نلاحظ السهم المقابل بعكس الاتجاه وعملية تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وهي عملية تكثف نرمز لها بالرمز كوند نلاحظ أنها بنفس المقدار ولكنها بعكس الاتجاه فنعطيها إشارة سالبة وتسمى أملية طاردة للحرارة وعند تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة نلاحظ المحتوى الحراري يعادل المحتوى الحراري لعملية الانصهار ولكن بعكس الاتجاه يعني العملية طاردة للحرارة وبالتالي نلاحظ أن عملية التبخر عكسها عملية التكثف وعملية الانصهار عكسها عملية التجمد إذن دلتا إتش باب اللي هي عملية الانصهار دلتا إتش باب عملية التبخر عكس عملية التكثف فنعطيها إشارة سالبة ولكن تعادل المحتوى الحراري فلو عطونا مقدار دلتا إتش باب نقدر نحسب دلتا إتش كونت ولكن بعكس الإشارة بالمثل دلتا إتش للانصهار تساوي عملية التجمد ولكن بعكس الإشارة نلاحظ في الجدولين المحتوى الحراري لبعض المواد الكيميائية في الظروف القياسية وهي متوفرة في أغلب الكتب وتكون معطاة في الأسئلة أو التطبيقات نلاحظ في الجدول 2-3 مقدار المحتوى الحراري لعملية التبخر والانصهار ونلاحظ القيم كلها بالإشارة الموجبة وتعني العملية في التبخر والانصهار عملية ماصة للحرارة في الجدول الثاني عدنا مقدار المحتوى الحراري لإحتراق بعض المواد ونلاحظ الإشارة كلها بالإشارة السالبة وتعني ماصة طاردة للحرارة هنا لأن القيم كلها بالموجب يعني ماص للحرارة ناخد مثال أحسب الحرارة اللازمة لصهر 25.7 جرام من الميتانول الصلب عن درجة انصهارة يعني عاطينا الكتلة إلى الميتانول ومطلوب نحسب حرارة انصهارة لهذا المقدار من الميتانول فاحنا راح نحتاج إلى مقدار الحرارة في عملية الانصهار للميتانول فمناخدها من الجدول اللي استعرضناه قبل شوي فباللاحظ من الجدول أن الدلتأج لعملية انصهار الميتانول تعطينا 3.22 كالوجول للمول الواحد زين فنكتب هذه العلاقة أو بما أن طالبين مننا نحسب الحرارة لكتلة بمقدار 25.7 فاحنا نحول هذا الواحد مول إلى جرام شلون نحول الواحد مول إلى جرام نحتاج نحسب المولر ماس حق الميتانول فراح نحسب المولر ماس للميتانول يكون معطى في السؤال الكتل إلى الأناصر المكونة للميتانول نحن نعرف أن كتلة الكربون 12 جرام والأكسجين 16 والهايدروجين 1 بالتقريب فنحسب الكتلة المولية بما أن الصيغة CH3OH فأقول الكتلة المولية إلى الميتانول تساوي كتلة الكربون عاطينا إياها 12 فأقول 12 عندي درة واحدة من الكربون في واحد زائد عندي مني ثلاث هايدروجينات ومني واحد يعني أربع هايدروجين عندي والكتلة واحد أسك القوس زائد عندي واحد أكسجين كتلتها 16 أقول واحد في 16 فتكون النتيجة 32.03 جرام إذن واحد مول يعادل 32.03 جرام نكتب العلاقة عدنا 32.03 جرام وهي واحد مول بتنطلق طاقة بمقدار 3.22 وهذا المقدار جبناها من الجدول السابق أحين السؤال يبغينا نحسب الحرارة المنطلقة لـ 25.7 جرام فنكتب 25.7 جرام عند الجرام ويالجرام وهني بيكون الحرارة مجهولة X حاصل ضربين في وسطين وبتكون الحرارة 2.58 نستعرض مثال ثاني بنفس الطريقة نشوف إشلال نحسب كمية الحرارة المنطلقة عن تكثف 275 جرام من غاز الأمونيا إلى سائل عن درجة غليانة يبغينا نحسب دلتا H كوند نخلي الإشارة بالسالب يعني منطلقة الحرارة منطلقة تحول الأمونيا من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وعاطينا الكتلة 275 جرام نزيل نحن نحتاج من الجدول نلاحظ من الجدول أن ما عندي قيمة الدلتا H كوند ومنكتب العلاقة أننا دلتا H باب تساوي 23.3 كيلو جول فالدلتا H كوند إلى الأمونيا بتعطينا بعكس الإشارة سالب 23.3 كيلو جول للمول الواحد فنكتب العلاقة منحول الكتلة الواحد مول إلى كتلة فمنحسب الكتلة المولية لدينا الصيغة الكيميائية للأمونيا فلن كتلة الحالة بالنهاية فالنيتروجين عندي واحد كتلة 14 في واحد فبقول 14 في واحد زائد ثلاث درات من الهايدروجين فثلاثة في واحد عملية جبرية فبتكون الكتلة المولية 17.03 فالواحد مول يعادل 17.03 جرام فمنكتب العلاقة انه 17.031 جرام بيطلق حرارة بمقدار 23.3 كالجول المطلوب نحسب مقدار الحرارة ل275 جرام نفس ما سوينا قبل فمنسوي حاصل ضربين في وسطين فبتطلع لنا مقدار الحرارة للتكثف سالب 376 كالجول طبعا ممكن نحل المعادلة باكثر من طريقة يعني بدل ما احول المول الى كتلة ممكن احول الكتلة اللي عاطيني اياها الى مول وسوي نفس العملية بس اكتب بدل الكتلة اكتب واحد مول تعادل سالب 23.3 كالجول وهذه الكتلة اذا حولناها الى مول اذا حولناها الى مول نكتب المقدار هنا بالمولات ونحسب المحتوى الحراري وبيعطينا نفس القيمة والان اعزائنا الطلبة نستعرض مثال اخر لعملية احتراق الميثان نشوف السؤال ما كتلة الميثان CH4 التي يجب احتراقها لاطلاق 12.88 كالجول من الحرارة المطلوب حساب كتلة الميثان لحرارة بمقدار 12.88 كالجول خلناها بالاشارة السالبة لان قلنا قبل ان الحرارة او حرارة الاحتراق لأي مادة دائما تكون طاردة للحرارة بنرجع الى الجدول ونطلع مقدار المحتوى الحراري لاحتراق واحد مول من الميثان بكون 891 كالجول هذه بتكون معطاة في السؤال عندي الواحد مول يعادل 16 جرام هذه جبناها بحساب الكتلة المولية من الصيغة الكيميائية مثل ما نشفنا قبل وعاطينا الكتلة المولية مجرد حساب جبري وتطلع الكتلة لواحد مول 16 جرام فنقول 16 جرام 16 جرام بيطلق حرارة بمقدار 891 كالجول ولمطلوب حساب الكتلة للحرارة المنطلقة 12.88 كالجول نسوى حاصل ضربين في وسطين وبتكون الكتلة فاصلة 23 جرام نشوف آخر مثال لو عطونا رسم بياني والمطلوب حساب المحتوى الحراري للتفاعل A C هل هو طارد أم ماص؟ من الرسم البياني طبعا نلاحظ من الرسم البياني اتجاه التفاعل من A إلى C شلون عرفنا من A إلى C؟ لأنه قال في السؤال أن التفاعل من A إلى C بيعطينا حرارة هل هي طاردة أو ماصة؟ شلون أعرف طاردة أو ماصة؟ أصلا ما عندي قيم في الرسم البياني نلاحظ أن المتفاعلات مثل ما نشوف A في ضمن المتفاعلات والC ضمن النواتج فنلاحظ أن المحتوى الحراري إلى A أكثر من المحتوى الحراري إلى C معنى دلتا يعني التغير دلتا تعني التغير التغير في المحتوى الحراري بالنسبة إلى النواتج والمتفاعلات بما أن المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري للنواتج فمنطرح المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات ونشوف النتيجة بتكون بالقيمة السالبة إذن التفاعل طارد للحرارة نشوف تدريب آخر عزائنا الطلاب لو عطونا هذه المعادلة مثلاً H2 زائد CL2 يعطينا HCL نلاحظ أن المعادلة معادلة موزونة تحتوي على الحالات الفيزيائية ومقدار المحتوى الحراري للمعادلة في السؤال الأول يقول فسر نوع التفاعل طارد أو ماص والسؤال الثاني احسب الحرارة المصاحبة لتكون 3 مول من HCL بما أن قيمة المحتوى الحراري سالبة نلاحظ من الدلتا H قيمة المحتوى الحراري بالسالب إذن التفاعل طارد للحرارة وإذا كانت الإشارة سالبة ببساطة منقول التفاعل ماص للحرارة نلاحظ أن الدلتا H بالسالب فأقول بما أن قيمة المحتوى الحراري سالبة إذن التفاعل طارد للحرارة ننتقل للسؤال الثاني احسب الحرارة المصاحبة لتكون 3 مول من HCL من المعادلة نلاحظ أن HCL هي المادة المتكونة والمعامل واحد يعني مقدار الحرارة المنطلقة لواحد مول من HCL واحد مول يطلق حرارة بمقدار 167.15 المطلوب لثلاثة مول مقدار الحرارة حاصل ضربين في وسطين مثل ما سوينا قبل نسوي حاصل ضربين في وسطين فبتكون مقدار الحرارة سالب 501.4 كيلو جون نلتقي معكم أعزائنا الطلبة في درس جديد من سلسلة كيمياء 3 كيم 214 وكيم 216 ترجمة نانسي قنقر